أكتب كلها العظيم أن أكون منكمسكاً على مفترق الطريق بين استمرار الحرب والتوقف عند محطة سلام مرتقبة أختر الرئيس هادي تعقيد المشهد بشكل غير متوقع قرارات مفاجئة جاءت بالجنرال صاحب الشخصية الأكثر إثارة للجدل إلى منصب لا يريده فيه الكثيرون في تأكيد على مقولة هادي قبل أيام بداية لكل شيء منكمسكاً لكتاب الله وصوله رسوله فيما كان بن داغر المنشق عن صالح أخيراً يتسلم رئاسة الحكومة بديلاً لبحاح الذي جاء إلى منصبه بعد اتفاق السلم والشراكة الموقع يرى صوت رصاص الميليشيا ويتشتاح العاصمة في أول أيام انقلابها الأداء الحكومي الذي كان السبب الرئيسي لتغيير رئيس الحكومة بحسب ديباجة القرار الرئاسي لانتظر الكثير أي تغير فيه مع الاكتفاء بتغيير رئيس الوزراء وبقاء كل وزراء الحكومة في مناصبهم فيما سيكون من الصعب التخمين بأن رؤية بن داغر تختلف عن رؤية بحاح في كثير من الملفات العالقة خصوصا ما يتعلق منها بالمقاومة هذه التغييرات في التشكيلة الأعلى لسلطة الشرعية تختزن الكثير من الدلالات ومعها لا يمكن التنبؤ بأي اتجاه سيمضي مسار التسوية المرتقبة والتي ستعقد جولة حاسمة في الكويت ناية الشهر الجاري كما هو مفترض وبين من يرى تعيين محسن دفعة أخرى لمسار الحرب وقطعا للطريق أمام مطالب مغادرة هذه للمشهد السياسي وتنزله عن منصبه لنائبه الذي كان خالد بحاح لما قبل ساعات فقط وهما صار الآن أبعد مع تعيين الخصم الأول للانقلابيين في صنع مكانه وبين من يرى تعيين بن داغر إشارة إلى رغبة في إبقاء طريق التسوية مفتوحا تبقى كل الاهتمالات واردة ولا تنتصر هذه التغييرات لأي من الخيارات القائمة حاليا اشتركوا في القناة